موسيقى يعني كان فيه تخطيط للنكبي كان فيه تخطيط للتفريغ كان فيه تخطيط للهدم كان فيه تخطيط لإلغاء الفلسطيني كان فيه تخطيط لمحول الفلسطيني يعني إذا بتجي بتطلع على حياة اليوم يوم يعني كيف تم تهجير السكان إلغاء وهدم المنطقة ومحاولة وضعهم بحيز معسكر جدا لأنه أصبح فيه هناك قانون عسكري اللي بضع الإنسان الفلسطيني بحيز جدا مقنن ومعسكر كلها يتو حسب قانون الاستعماري إسرائيلي اللي ما بسمح لك أنك تتحرك إيش بتساوي بالمرأة اللي عم تولد إيش بتساوي بمية اللي كان معاك إيش بتساوي بطالب اللي معاتش يقدر يطلع من المنطقته لأنه بقدرش يسل مدرسته فبالتالي أنت ألغيت حياة فئة كتير كتير كبيرة اشتركوا في القناة